الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع دروس سنة الرابعة متوسط تربية مدنية وصلنا بإذن الله من الدرس الثاني من الفصل الثاني لهي الأحزاب السياسية والنقابات الأحزاب السياسية والنقابات نقرأه مع بعض المنتوج تعريف الحزب السياسي تعريف الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية تسعى للوصول إلى السلطة تعريف الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية تسعى للوصول إلى السلطة تعريف النقابة هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيف العمومي أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم المشتركة تعريف النقابة هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيف العمومي أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم المشتركة كيفية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات كيفية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات كيفية إنشاء الأحزاب السياسية أولا إداء ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية توفر الشروط القانونية اللازمة في الأعضاء المؤسسين منها الجنسية الجزائرية بلوغ سين 25 سنة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتطبيق مجموعة من المبادئ منها احترام الدستور والقوانين المعمول بها عقد مؤتمر تأسيسي للحزب ووضع القانون الأساسي تحديد ديد اسم الحزب وعنوانه ومقره واستعمال لغة الوطنية الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي نشوف تأسيس النقابات كيف يتم تأسيس نقابة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بضبط يضبط فيها القانون الأساسي وتنتخب الهيئة النقابية لدع تصريح التأسيس لدى السلطات المختصة الجمعية العامة التأسيسية هي اجتماع بين الأعضاء لإعلان لتأسيس الرسمي الهيئات النقابية تعريف الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية تسعى للوصول إلى السلطة ثانيا تعريف النقابة هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيف العمومي أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم المشتركة كيفية تأسيس حزب وكيفية تأسيس نقابة كيفية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات أولا الأحزاب السياسية كيف نؤسس الأحزاب السياسية لدعم لف التأسيس أو تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية توفر الشروط القانونية اللازمة في الأعضاء المؤسسين منها الجنسية الجزائرية بلوغ سن 25 سنة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية تطبيق مجموعة من المبادئ منها احترام الدستور والقوانين المعمول بها عقد مؤتمر تأسيسي عقد مؤتمر تأسيسي للحزب ووضع القانون الأساسي وتحديد اسم الحزب وعنوانه ومقره واستعمال اللغة الوطنية الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي ثم كيفية تأسيس نقابة أولا انعقاد الجمعية العامة التأسيسية يضبط فيها القانون الأساسي وتنتخب الهيئات النقابية إذا اعتصرح التأسيس لدى السلطات المختصة الجمعية العامة التأسيسية هي اجتماع بين الأعضاء لإعلان التأسيس الرسمي للحزب والهيئات النقابية شكون هي هم الأفراد الذين يتحملون قيادة التنظيم وتسييره قلت لهم لمزيد من المعلومات يشوفوا الصفحة رقم 53 من الكتاب رابعا دور الأحزاب السياسية والنقابات دور الأحزاب السياسية والنقابات نبدأوا بدور الأحزاب تكوين الرأي العام ترقية الحياة السياسية تثبيت قيام المجتمع تكريس الفعل الديمقراطي ترقية حقوق الإنسان توعية أفراد المجتمع بآداء واجباتهم وممارساتهم وممارسة حقوقهم تعزيز العلاقات بين المواطنين والدولة إذا كان في السلطة العمل على تحقيق مصالح الشعب نقرأ لكم الملاحظة أعيد دور الأحزاب السياسية والنقابية دور الأحزاب السياسية والنقابية نبدأوا بدور الأحزاب السياسية تكوين الرأي العام ترقية الحياة السياسية تثبيت قيام المجتمع تكريس الفعل الديمقراطي ترقية حقوق الإنسان توعية أفراد المجتمع لأداء واجباتهم وممارسة حقوقهم تعزيز العلاقات بين المواطنين والدولة وإذا كان في السلطة العمل على تحقيق مصالح الشعب الروح للنقابات دور النقابات الدفاع عن مصالح العمال المادية رفع الأجور والمنح تحسين ظروف العمل كالنظافة والأمن توجيه الخدمات الاجتماعية لصالح العمال التدخل لدى صناديق التأمينات والتقاعد الدفاع عن حقوق العمال المعنوية إصدار قوانين تحمي حقوق العمال الاتحاد والتضامن بين العمال وتسوية النزاعات بين العمال والمستخدمين واللجوء إلى الإضراب القانوني عند فشل المفاوضات وعيد دور الأحزاب السياسية أولا دور الأحزاب تكوين الرأي العام ترقية الحياة السياسية تثبيت قيام المجتمع تكريس الفعل الديمقراطي ترقية حقوق الإنسان توعية أفراد المجتمع لأداء واجباتهم وممارسة حقوقهم تعزيز العلاقات بين المواطنين والدولة وإذا كان الحزب في السلطة يعني يعمل على تحقيق مصالح الشعب دور النقابات الدفاع عن مصالح العمال المادية كرفع الأجهور والمنح تحسين ظروف العمل كالنظافة والأمن توجيه الخدمات الاجتماعية لصالح العمال التدخل لدى صناديق التأمينات والتقاعد الدفاع عن حقوق العمال المعنوية إصدار قوانين تحمي حقوق الإنسان وحقوق العمال والدفاع عن حقوق العمال المعنوية إصدار قوانين تحمي حقوق العمال الاتحاد والتضامن بين العمال تسوية النزاعات بين العمال والمستخدمين واللجوء إلى الإضراب القانوني عند فشل المفاوضات نشوف فرقة وشي هو لإعطاته لهم في الملاحظة نظرا للدور الهام أسنا تشوفوا نظرا للدور الهام الذي تلعبه الأحزاب السياسية في توعية المجتمع لآداء واجباته وممارسة حقوقه جعل الجزائر تسعى إلى تكريس هذا الحق دستوريا منذ 1989 نظرا للدور الهام الذي تلعبه الأحزاب السياسية في توعية المجتمع لأداء واجباته وممارسة حقوقه جعل الجزائر تسعى إلى تكريس هذا الحق دستوريا منذ 1989 نشوفوا الإدماج اللي اعطوه لهم في هذا الدرس هذا إدماج جزئي قال قارن بين الأحزاب والنقابات ثانيا أذكر ثلاث أحزاب وثلاث نقابات نشطة في الجزائر نشوفوا قارن بين الأحزاب هذا الجزء هذا نديره درس وحده لأنه فيه معلومات مهمة بهذا القدر هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو شوفنا فيه درس الأحزاب والنقابات السياسية نطلقا والنقابات هو شي عنوان والدرس بش ما نخلطش الأحزاب السياسية والنقابات الأحزاب السياسية والنقابات نطلقا في فيديو قادم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظي السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة